سبح لله إمام السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظائر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يند في الأرض وما يخج منها وما ينزل من السماء وما يعوج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو عليم بلاد الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا له ماجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول أدعوكم لتؤمنوا برمكم وقد وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوا فرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراد السماوات والر لا يستوي منكم من أنفقوا من قبل فتح وقاتل أولئك ومدرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من للذين يقل الله قضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورا بين أيديهم وبأيمانهم بشرىكم اليوم جنة تجري من تحت النار وخالدين فيها ذلك هو الفوز الغظيم يوم يقوم المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وانظرنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه ما لم لكم أماكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أموسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم واردكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مواكم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم يانن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أعودوا الكتاب من قبل فطال عليه ملامد فطال عليه ملامد فقزت قلوبهم وكثير منهم فاسقون إلموا أن الله يحلوه بعد موتها قد بينا لكم الآيات لأن لكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات واقضوا واقضا حسنا يضعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك المصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرون ونروم والذين كفروا وكذبوا بياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعبا ولخوا وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيذ عجب الكفار نباته ثم يهيج بدرا ومصفرا ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديدا ومغفرة من الله وللوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من رمكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرع إن ذلك على الله يسير لكي لا تسوأ على ما ذاتكم ولا تبرحوا بماتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد في باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر ورسلاه بغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مفتدئ وكثيرا منهم فاسقون وثم قفينا على أنثارهم برسولنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوا ما كتبنا عليهم إلا ابتداء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا من مجرى وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور ورحيم لألا يعلمان الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله من الفضل العظيم